فالكنيسة لها دور أحبائي وهذا الدور مهم جدا الدور ما تغير دور الكنيسة هي الكنيسة جسد يسوع المسيح على الأرض فالكنيسة الممتلئة من الروح القدس هي الكنيسة جسد المسيح هذا الجسد اللي بيعمل على الأرض والشخص اللي بيحب الرب فهو مكرس للرب مخصص للرب كل ما هو كل المواهب كل الممتلكات كل الإمكانيات كلها تسخر من أجل عمل الرب مثل ما سمعنا من الآب بشوي أنه ناس تؤمن بهذه الرسالة وبهذه الإرسالية فبتتبرع وبتضحي وبروحوا للناس المحتاجة حتى يساعدوهم ويسعفوهم لطبعا حتى يخففوا من العناء والمرض اللي موجود في حياتنا الله بيهتم فينا يعني حتى شعور رؤوسنا محصى وشعره مش رح تسقط بدون إذن الرب حتى الشياطين اللي كانت في لاجئون طلبت إذن من الرب يسوع لتدخل الخنازير وهكذا أحبائي تعرفوا كتير مرات في هذا الموضوع نحاول نخضع كلمات معينة في الكتاب المقدس ونصبح عبيد للعقيدة ما أقصده يعني عشان ما تفهمنيش غلط إنه إحنا خلاص في آخر الأيام فأنا بسخر العقيدة اللي بآمن فيها أو الظروف اللي أنا عايش فيها بحاول أخضعها مع الكتاب المقدس مع إنه الكتاب المقدس هو اللي إله السلطان إنه أخضع لكلمة الله ففي تجارب وفي أزمات عبر كل التاريخ وفي مجاعات وفي أوبئة وفي حروب حدثت على مر كل التاريخ فلعاوز أقوله أحبائي باختصار إنه الكتاب المقدس مش هو اللي بيخضع للعقيدة ولا للظرف ولا حتى النبوات اللي إحنا بنتكلم عنها لكن يعني لأنه إذا خضع معناته أي شيء ما حدثش أو ما صار خلاص بتهز ثقتي بهز إيماني بتزعزع فبصير أتكل أكتر على الشيء اللي بآمن فيه بدل ما أنه أثق في كلمة الله كلمة الله بتعلمني بشكل واضح إنه يسوع المسيح آت عن قريب وأنا لازم أكون مستعد وكلمة مستعد كمان في نفس الوقت منشغل مش أنشغل أنت إنشغل في عمل الرب لما سألوا يسوع المسيح يا رب أفي هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل عم بفكروا في ملكوت سياسي ملكوت أرضي لكن جواب المسيح قال ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه لكنكم ستنالون قوة ما تحلل روح القدس عليكم وتكونون لشهود في أورشاليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض خلي الرب هو اللي ينفذ الأوامر والنبوات إحنا فينا نشتهد ونعرف يمكن الأزمنة ونميز من شجرة التين تعلم لكن من ناحية تانينا ما بجزم بقول خلاص بما أنه يكثار إحنا ما يمكن تيجي كمان أزمة بعد عشرين سنة ويمكن السنة الجاية تنتعش العالم أكتر من أي عصر مضى فهل نكذب الكتاب وإيماني يتزعزع لأنه أنا وثقت في الأشياء اللي بشوفها والظروف اللي عايشها والمرض اللي منشوفه أم أثق في كلمة الله التي لا تتغير الثابتة إلى الأبد يعني بكلمات أخرى الرب يسوع قال للتلاميذ اترك موضوع مجيء الرب ثانية نخلي الآب هو اللي بحدد الساعة في توقيته العمل اللي انت مطالب فيه إنك تكون شهود شاهد للرب كارز للرب تنشغل في الرب تتكلم عن الرب تكون خير وبركة ورحمة وتكون رسالة وإرسالية تعكس صورة المسيح مجد المسيح طبيعة المسيح وتكلم الناس فدور الكنيسة هي الشهادة هي الخدمة حتى نخفف هذه الأعباء عن الناس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر